والأخير الذي شنته جماعة بوكو حرام الإرهابية لم يترك أحدا ساكنا في مواجهة آفة الإرهاب وتطرف الكل هنا يتسابق للتضامن وتقديم ما يمكن تقديمه للقوات المسلحة المرابطة في مناطق العمليات العديد من الشركات والمؤسسات تبرعت بمواد قزائية للتعبير عن تضامنهم مع القوات المسلحة في كفاهها ضد هذه الجماعة الخطيرة حيث قدمت كل من مؤسسة مطر وشركة اسنير ومكتب سينيرجي لمساندة الحركة الوطنية للإنقاذ كمية كبيرة من المواد القزائية بينما قدمت ميدار فارما أدوية طبية وشركة سيوت بي نيم هي الأخرى تبرعت بخمسين رعص من الإبل لم يقف الطلاب مكتوفي الأيدي حيث بادرت جمعية طلاب المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات بأمجرس في تقديمه كمية من الناموسيات ومواد أخرى للوقوف مع القوات المسلحة حيث يؤكد مسؤولي هذه المؤسسات عن تضامنهم ووقوفهم بجانب القوات المسلحة سفة ممثل الشركة المطر نقدم بعض المسالات المواد الغزانية كرمز للدعم لقواتنا البواسيلة وإن شاء الله ما نقف على أكتفال أين إن شاء الله ونكون للدعم لجيشنا بهذا المناسبة الحزينة نتقدم بخمسين من العبل للقوات المسلحة لمساندة في أملية الأسكنية بادرة أشاد بها النائب الثاني للقائد العام للقوات المسلحة الشادية الجنرال بانغ مارغين فيليكس وأكد بأن القوات الشادية تعمل بكل إخلاص من أجل محاربة هذه الجماعات المتطرفة من أجل أن ينعم المواطنة الشادي بالأمن والاستقرار مؤكدا بأن هذه المواد ستصل لمستحقيها من أفراد الجيش الوطني الشادي المرابطين في مناطق العمليات